تعمل قال تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون من الناس من يقول ما استطيع وهذا في حد ذات علة الذي يعلم أن قيام الليل فضيلة والرباط من الفجر إلى الشروق فضيلة وصلاة الضحى فضيلة وأربع ركعات الزوال فضيلة وشهود الجماعة بعد ذلك فضيلة وأربع بعد الظهر فضيلة وصلاة العصر مع الجماعة فضيلة وصلاة المغرب مع الجماعة فضيلة والرباط بين الفرضين المغرب والعشاء فضيلة ثم العشاء مع الناس فضيلة ثم أربع بعدها فضيلة لكنه لا يفعل شيئا من ذلك هذه عليه أن يقف معها أو يقفه ما الذي عقد وأقعد بدني عن أن يقوم وإنهض مع الناهضين ما السبب لربما كان تراكم الذنوب سبب لثقة الجوارح عن الأعضاء أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجوارح تتسخ بذنوبها أخبرنا أن الجوارح تتسخ بذنوبها ولولا مطهرات الحسنات لشلت الجوارح عن الطاعات لولا مطهرات الحسنات لشلت الجوارح عن الطاعات هذا الوضوء الوضوء إلى الوضوء الوضوء بعد الوضوء بعد الوضوء كم يسقط من ذنوب وسيئات التقطتها الجوارح كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج منه كل خطيئة نظرتها عينه آخر قطر الماء فإذا غسل يده خرج منها كل خطيئة بطشتها يده آخر قطر الماء فإذا غسل قدمه خرج منها كل خطيئة مشت إليها رجله آخر قطر الماء يعني هذا الذنوب تبقى متكدسة في الأعضاء والوضوء يكنسها والتسبيح يكنسها والمشي إلى المساجد يكنسها لكن لو لم يفعل شيئا من ذلك لبقيت هذه الجوارح مكبلة بذنوبها لا تستطيع نهوضا إلى طاع قيل الحسن البصري قال له بعض الناس قال نريد أن نقوم الليل ولا نستطيع أن نقوم الليل قال أثقلتكم ذنوبكم موسيقى